الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العلي العظيم أنا أعلم أعلم في الفقه من زميلي في الدراسة الفقهية فأنا أفضل منه كلا المعادلة قد لا تكون صحيحة ممكن أن أكون أفضل منه ممكن أن يكون هو الأفضل الأفضل عند الله عز وجل هو الأتقى أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا بأس أنا وزميلي في درجة واحدة من التقوى وأنا أعلم منه فأنا الأفضل أيضا كلا قد يكون هو الأفضل قد أكون أنا الأفضل كيف؟ نحن في درجة واحدة من التقوى وأنا لي مزي عليه بأعلميتي منه العلم مزيه صحيح أنا عندي مزيه في مجال التقوى متساويان وعندي مزيه والمزيه مزيه كبيره هي العلم ولكن لماذا صرت أعلم منه هذا يؤثر في الفضيلة قد يكون جهدي تعبي في الله عز وجل كان أكثر نعم فأنا الأفضل وقد يكون جهدي تعبي في الله عز وجل ما كان أكثر منه مزيه ولكن صرت أعلم منه لأسباب أخرى لوجود ظروف وأجواء فيه غير موجودة فيه قد يكون هو أجهد نفسه في الله أكثر مني ولكني أصبحت أعلم منه ممكن نعم ممكن ما مثلا أنا مثلا كنت أتمتع بذكاء عالي بدرجة عالية هو ذكاؤه بدرجة دانية فهو أجهد نفسه أكثر مني ولكن أنا بسبب ذكائي تفوقت عليه علميا فأنا أفضل منه لا مثلا أنا كان عندي والد فقيه كبير أجوائي البيتية أجوائي العائلية ساعدتني فصرت أعلم منه لأن أجوائه البيتية الداخلية داخل البيت أبيه ما كانت أجواء علمية أبوه كان تاجرا مثلا ما كان فقيها فأنا صرت أعلم منه بسبب وجوده أجواء هذه الأجواء هو كان يفتقدها وإلا جهده قد يكون أكثر من جهدي مثلا أنا حصلت على أستاذ مرموق أستاذ عظيم كان يعطيني المعلومات العلمية الدقيقة المهمة على طبق من ذهب مجانا هو تعب أكثر مني ولكن ما كان عنده أستاذ مرموق المعلومات التي حصلت عليها معلومات دقيقة مهمة جدا في مجال علميتي في أي مجال كنت هذه المعلومات التي حصلتها مجانا بسهولة خلال دقائق هذا الأستاذ المرموق أعطاني إياها هذا الشخص ما كان عنده هذه الأجواء ما كان عنده هكذا أستاذ كان يضطر أن يتعب ليالي وليالي وأيام وأيام حتى يحصل على هذه المعلومات الدقيقة العلمية فأنا صرت أعلم منه ببركة وجود هكذا أستاذ لي هو ما كان عنده هكذا أستاذ وقس على ذلك أمثل كثيرة أنا أعلم منه لماذا صرت أعلم منه لأني أجهدت نفسي في الله عز وجل فصرت أعلم منه نعم هذه مسيحة فأنا أفضل منه وأحيانا لا لأجل أشياء ثانية الله عز وجل متعني فضلني شرفني أنعم بها علي بسبب تلك الأمور أنا أصبحت أعلم منه فأنا في هذه الحالة إذا كان جهده في الله عز وجل أكثر من جهدي أعلميتي لا تكون دليلا على أفضليتي عليه بل قد يكون هو أفضل مني هذا في مجال العلم نفس الكلام في كل المزايا التي عند الإنسان المزايا الدنيوية أنا أثرى منه أنا أكبر شخصية اجتماعية منه فأنا أفضل منه لا ليس بالضرورة قد أكون وقد يكون هو أفضل مني أنا صاحب قدر بدنية أكبر منه فإذا أنا أفضل منه لا ليس بالضرورة حتى الميزات المعنوية هذا القانون ينطبق عليها الأخلاق الأخلاق كم هي مهمة أنا الأخلاق من أهم الأشياء لها قيمة كبيرة عند الله عز وجل صحيح أنا أحسن خلقا منه فإذا أنا أفضل منه ليس بالضرورة قد يكون أخلاقي دليلا على أفضلية منه وقد لا يكون لماذا أنا صرت أحسن خلقا منه لماذا؟ لعلي كنت في أجواء شخصيات عظيمة الأخلاق تعلمت الأخلاق منهم هو المسكين كان في أجواء أشخاص سيئ الأخلاق فأنا أخلاقي أحسن منه هو أخلاقه حسن أنا أخلاقي أحسن منه ولكن لأي سبب أنا صرت أحسن خلقا منه كنت أعيش بين شخصيات لا يجزون الإساءة إلا بالإحسان رأيت مارست بعيني وجدت هذا الشيء فيهم تعلمت بصورة طبيعية منهم فصرت أحسن خلقا منهم فإذا أنا أفضل منهم قد أكون وقد لا أكون يلزم أن نرجع إلى الشيء الذي كان سبب تميزي بهذه الميزة يعني كلامه كلامك يعني أنه لا قيمة لهذه الميزات لا لا أقول هذا الشيء هذه الميزات لها قيمة العلم له قيمة قطعا الأخلاق لها قيمة قطعا العمل الجاد له قيمة قطعا هذه الميزات لها قيمة نعم لها قيمة بل أحيانا يتحتم علينا أن نعظم أصحاب الميزات أن نقدم أصحاب الميزات قد يحتم علينا ذلك كيف أنت عندك مستشفى أنت مدير مستشفى هل تقول أنا أبحث عن أسباب أن هذا الطبيب صار هو الأفضل للمرضى لا أنت تأتي بأطباء يقدمون الخدمة للمرضى بصورة أعلى أنت صاحب مستشفى يلزم أن تفكر في هذا الشيء تقدم هذا على ذاك لأن هذا في الطبي أرفع أجود عملا يؤدي عمله بصورة أفضل تقدم هذا على ذاك نعم تقدم الأحسن أخلاقا لا تقول في نفسك أن هذا أحسن أخلاقا لعل أجواءه كانت أفضل من ذاك أنت تريد أن شخصا يتعامل مع الناس يلزم أن يكون هذا الشخص الذي يتعامل مع الناس بأخلاق عالية فتقدم الأحسن أخلاقا عمل حسن تقدمه تقدم الأفضل أداءا تقدم الأجود عملا تقدم الأعلم هذا كله صحيح قد يحتم على الإنسان أصلا ذلك أنا لا أقول لا نقدم أصحاب الميزات أنا كلامي أساسا ليس عن كيفية تعاملنا مع أصحاب الميزات كلامي عن الشخص نفسه هو صاحب الميزة كيف يلزم أن ينظر إلى القضية أن تقدم الأفضل ولكن صاحب الميزة كيف يرى إلى القضية يرى نفسه أنني صاحب ميزة فإذن أنا الأفضل هذا الكلام هنا مربط الفرس هذا الشي يلزم أن لا يحدث أمثل لكم بمثال آخر نحن على أبواب شهر رمضان في شهر رمضان كثير من المؤمنين لعله أكثر المؤمنين يقرؤون القرآن أكثر من بقية الشهور شيء حسن عظيم أنا أقرأ القرآن بدون أخطاء شخص آخر يقرأ القرآن بأخطاء غير متعمدة قراءتي أفضل من قراءته بالتأكيد لا شك في ذلك قراءة بدون خطأ مع قراءة مع خطأ إذا كان عندك مركز لتعليم القرآن للأطفال يلزم أن تأتيني في هذا المركز أو تأتي بذاك الشخص قد يحتم عليك أن تأتي بي إلى هذا المركز لأن ذاك يعلمهم القرآن خطأا من غير تعمود ولكن خطأ يعلمهم قراءتي أفضل أنت يلزم قد يلزم عليك أن تقدمني ولكن أنا كيف يأنظر إلى القضية أنا أقول أنا قراءتي للقرآن أفضل منه فإذا أنا أفضل منه هذا الخطأ قراءتي أفضل حتما ولكني أنا أفضل منه ليس بالتأكيد قد يكون مثلا قد يكون المسكين الذي يقرأ القرآن خطأا هذا لغته مثلا أقول مثلا لغته غير عربية هذا تعب كثيرا حتى يتعلم اللغة العربية يريد فوق ذلك أن يتعلم النحو الصرف أجهد نفسه أكثر مني ولكن بسبب وضعه ما تمكن بعد تعلم النحو الصرف بالنسبة إليه عملية شاقي كانت أنا لغتي الأصلية لغة عربية ما عندي مشكلة مع اللغة العربية تعلمت النحو الصرف بسهولة تققوا قراءتي أفضل من قراءته ولكني لست أفضل منه هو أجهد نفسه أكثر مني ولكن أنا أجوائي ساعدتني هو ما كان مسلما أصلا لا كان يعرف اللغة العربية ولا سمع القرآن من قبل أجهد نفسه ولكن إلى أن يتعلم يحتاج فترة بالفعل يجهد نفسه أن يقرأ القرآن بصورة صحية ولكن يقرأ بأخطاء وأخطاء فإذا أنا أفضل منه؟ قد أكون وقد لا أكون الله يعلم هذه الحالة الشيطان والنفس الأمار بالسوء أنا وهذه كلها تصب في أنه لا أنت الأفضل أنت أفضل عند الله عز وجل لماذا؟ لأنك صاحب ميزة أي ميزة كانت باستمرار هذه الأفكار تخطر ببال الإنسان عنده أخطاء كثيرة في القضية الفلانية أنا هذا الأخطاء الحمد لله ما عندي فورا الشيطان يقول لك فإذا أنت أفضل منه قل له لا أنت كذاق أنت الشيطان كذاق لأنه يخطأ فأنا أفضل هذه المعادلة لغير صحيحة قد أكون وقد لا أكون المعادلة أين؟ المعادلة في ما أعطيت وما أديت كم أعطيت كم أعطيت أنت وكم أديت أنت كم أعطيت أنا وكم أديت أنا الله عز وجل الله عز وجل يعرف أعطاني مليارات مليارات النعم كم أديت وأعطاه مليارات مليارات النعم كم أدى الله يعلم الاثنين يعلم كم أعطاني ويعلم كم أديت المعادلة هنا فلا تقل أن أفضل لا تعلم لأنك لا تعلم أصلا كم أعطيت أنت وكم أعطيه هو ولا تعلم النسبة التي أديتها أنت ولا تعلم النسبة التي أداها هو فلا تزكوا أنفسكم الله عز وجل يعلم من هو الأفضل أنت أد دورك هذه الحالة يلزم لا قد أقول يجب أجوبا مقدميا أن نوجد هذه الحالة في نفوسنا أن نوجد حالة أنني لا أعلم أني الأفضل من زميلي من صديقي هذه الحالة رغم أنها ضرورية أن نوجدها في نفوسنا فيها فوائد كبيرة جدا من جملة فوائدها أولا فائدة معنوية التواضع من أرفع ومن أسماء الأخلاقيات التواضع ويقابلها التكبر من أقبح من أسوأ الصفات والتكبر ليس فقط يترك آثارا سيع على آخرة الإنسان حتى في الدنيا يطيح الإنسان هناك حديث شريف ظاهر الرواية لعله هكذا البعض يفهم من الرواية الشريفة شيء آخر إجمال الرواية واضح النبي صلى الله عليه وعليه كان عنده ناقة طبعا تعلمون كل الوجود يعرف قيمة محمد وآله محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وعليه اللهم وعليه وعليه الناقة تعرف من هو رسول الله الجدران تعرف السماوات والأراضين تعرف الناقة رأت أن الذي يركبها هو رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعليه فصار تسابق بين هذه الناقة وناقة أخرى لعل ظاهر الرواية الشريفة أن أعرابيا شخص جاء أخذ ناقة النبي صلى الله عليه وعليه ركب ناقة النبي صلى الله عليه وعليه وتسابق مع شخص آخر بناقة ثانية تلك الناقة سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وعليه المسلمون صاروا في حوزن مهما كانت هذه ناقة النبي صلى الله عليه وعليه فقال النبي صلى الله عليه وآله مضمون الرواية الشريفة هذه الناقة تلك الناقة سبقت هذه الناقة لأنها ترفعت قالت أنها ناقة رسول الله مضمون الرواية الشريفة وما ترفع شيء إلا وضعه الله عز وجل هذا ليس في الآخرة حتى في الدنيا ناقة رسول الله تقول أنا ناقة رسول الله انتظري لا تترفعي عندك ميزة عندك فخر لا بأس ولكن لا تترفعي على غيرك في الدنيا هكذا في الآخر الوضع أوسع من هذا بكثير أكبر من هذا بكثير الفائدة الأولى التواضع طبعا هذه الرواية لعلي في وقت آخر أقرأ نصها الرواية جدا جميلة وعجيبة أصلا عبارة الرواية أصلا خطيرة ليست فقط عجيبة يعني يلزم أن ينتبه الإنسان أحيانا إحساس برفعه هذا الإحساس يطيح الإنسان فائدة ثانية لهذه الحالة الكبار الكثير 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 منهم يدركون ما أقول لعل كلهم الشباب شيئا فشيئا سينتبهون إلى هذه النقطة كثير من مشاكلنا الاجتماعية مشاكلنا الزوجية مشاكلنا العائلية مشاكلنا الاجتماعية كثير كثير من مشاكلنا بسبب الإحساس بالأفضلية أنا شهادتي أعلى من زوجتي فأنا أفضل منه هنا الخطأ أنت شهادتك أعلى العلم له قيمة نعم ولكن أنت أفضل من زوجتك ليس بالضرورة لأنك لا تعلم ما أعطى الله عز وجل لك وما أعطيت أنتم وما أديت أنت ولا تعلم ما أعطى الله عز وجل لزوجتك وما أدت هي لا تفضل نفسك أنا أفضل من زميلي فأترفع عليه تحصل بيني وبينه مشاكل أنا راتبي أعلى أنا مقامي أعلى أنا وظيفتي أهم أنا هذه الميزات توجد مشاكل لأن تعاملي يكون مع الشخص التعامل بترفع هنا الخطأ الذي هو أفضل حقيقة يلزم أن لا يترفع فكيف وأنا لست أفضل حقيقة لا أعلم يعني مجرد إدعاء مجرد موازين ناقصة عندي ميزة في زاوية فإذن أنا أفضل منهم هذه المعادلة من أين جئنا بها إيجاد هذه الحالة حالة عدم تفضيل النفس على الغير إيجاد هذه الحالة ربما تحد من لا أقول ربما بالتأكيد تحد من كثير من المشاكل الإجتماعية الإجتماعية مشاكلنا يوم بعد يوم مشاكلنا تزداد لماذا؟ إحدى الأسباب لا أقول هذا السبب الوحيد إحدى الأسباب حالته تفضيلك على غيرك أرى نفسي أعلى من غيري والشيطان يدعم هذه الحالة السيئة والنفس الأمارة بالسوء والشهوات هو ما أعطي وأنت ما أعطيت هو ما أدى وأنت ما أديت أقول كلمة حقيقة كلمة ذهبية ذهبية قالها أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف كلمة جدا جميلة جدا دررية هذه الكلمة كان يقول مضمون كلامه أنا أنت لا يمكن أن تصير مثل أبي ذر سلام الله عليه ولكن ممكن أن تصير بمقام أبي ذر يعني ماذا يعني أبو ذر الغفار سلام الله عليه كان يتمتع بنعمة كبرى ضخمة أكبر من الدنيا وما فيها ولا قيمة للدنيا كان يوميا عينه تنظر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم كان يلتقي بأمير المؤمنين بالإمام المجتبى بالإمام سيد الشهداء يسمع كلماتهم يسمع أصواتهم هي أصواتهم تؤثر يرى مواقفهم يرى طريقتهم في الحياة أنا ولا مرة هذه العين ما أبصرت ولا مرة هذه الأجوه النير ممكن أصير مثل أبي ذر مستحيل هو كانت عنده أجواء إمكانيات هذه الأجواء غير موجودة لي الله عز وجل متعه بنعم كبيرة جدا هذه النعم غير موجودة لي فأنا ممكن كل نظرة كانت تؤثر كل سماء الشخص الذي له شيء من القابلية ينظر نظرة واحدة بعض أصحاب الأمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بنظرة تغيروا بنظرة نظرة نظروا إلى وجه الحسين عليه الصلاة والسلام تغيروا خرجوا من قعر جهنم وصعدوا إلى أعلى درجات الجنة فهذه النظرة الواحدة هذا وجه الحسين صلى الله عليه هذا ما ليس وجهنا عادي أنا هذا النعم ما عندي أتمكن أن أكون مثل أبي ذر مستحيل مستحيل فلا أتمكن أن أكون مثل أبي ذر ولكن أتمكن أن أكون بمقام أبي ذر عند الله في يوم القيامة نعم كيف أبو ذر الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من النعم وهذه منها من عظمها هذه النعم التي الله عز وجل أعطاه لأبي ذر مليارات المليارات مثلا أقول مثلا أقول واحد بالألف من هذه النعم جعلها أبو ذر في الله عز وجل مثلا أقول واحد بالألف أنا الله عز وجل أعطاني نعم كثير إذا جعلت واحد بالألف من النعم التي أعطاها الله عز وجل اللي جعلتها في الله عز وجل ما أصير مثل أبي ذر ولكن في يوم القيامة أكون بمقام أبي ذر مثل أبي ذر ما أصير لأن هذه النعم غير موجودة عندي لا يمكن أن هذا النفس ترتقي بدون وجود هذه الأجواب مثل أبي ذر أرتقي لا يمكن ولكن أكون في مقام أبي ذر قد أكون الله يعلم ما أعطى لأبي ذر سلام الله عليه وما أداه وأب ذر والله عز وجل يعلم ما أعطاني ويعلم ما أديت إذا كانت النسبة أقول واحد بالألف كمثال أقول القضية ليست فقط في الكيم في الكيف أيضا كمثال أقول واحد بالألف إذا أديت كنسبة بنفس النسبة التي أداها أب ذر في يوم القيامة أنا وأب ذر في مقام واحد ممكن هذا ممكن أن يحصل أختم كلامي بقطعة صغيرة من حديث شريف هذا الحديث الشريف حديث جدا لطيف وروي عن عدد من المعصومين على الأقل عن ثلاثة أو أربعة من المعصومين هذا الحديث تقريبا نفسه المضمون يعني لبعض الكلمات مختلفة حسب مناسبة الظروف الخاصة المعصوم غير كلمة من كلم إلى كلم هذه الرواية الشريفة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لعلها مروية عن أمير المؤمنين أيضا مروية عن الإمام أبي عبد الله الصادق مروية عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليهم وعلى آله ولعله مروية عن غيرهم أيضا طبعا قلت بكلمات فيها شيء من التغيير والتبديل ما نقل عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام الرواية هكذا لا يتم إيمانه عبد مسلم في بعض النصوص لعله عقل عبد لا يتم عقله كذا إلا لا يتم إيمانه عبد مسلم إلا أن تجتمع فيه عشر خصال ثم الإمام عليه الصلاة والسلام عدد تسعة من هذه العشر خصال بصورة مسلسلة جدا مهمة التسعة جدا مهمة ولكن الأخيرة مهد لها بمقدمة بخلاف التسعة أما مهد لها بمقدمة إلى أن وصل إلى العاشرة قال عليه الصلاة والسلام والعاشرة وما العاشرة هذا تمهيد يريد أن يبين أن هذه العاشرة لها خصوصية كبيرة جدا وسكت الإمام عليه الصلاة والسلام حتى النبي هكذا حتى الإمام الصادق هكذا في الرواية لعل الرواية أيضا مروي عن أمير المؤمنين أيضا هكذا صلوات الله عليه وعلى آله قال والعاشرة وما العاشرة سكت قيل له وما العاشرة فقال عليه الصلاة والسلام كلمة الذهبية ما هي قيمة الذهب ما هي العاشرة التي بدونها لا يتم إيمان عبد المسلم لا يتم عقل شخص قال عليه الصلاة والسلام لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى عجيب عجيب النكر في سياق النافي تفيد العموم لا يرى أحدا نكر في سياق النافي إلا قال هو خير مني وأتقى ما هو تفسير هذه الكلمة أي تفسير كان القضية لها حدود هذه القضية يرتبط بها موضوع آخر نعتبره متمما لهذا الموضوع على الأصح أو نعتبره ملصقا بهذا الموضوع ذاك الموضوع إن شاء الله نذكره في فرصة أخرى ورابط هذين الموضوعين أو هذا الموضوع المترابط رابط مهم بشهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى إذا وفقنا نذكر ذلك في فرصة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد أن لا يفرقه بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر